موسيقى لإبراز إبداعات طالبة الجامعة وتسويق مشاريعهن الرائدة نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية فعاليات معرض مشروعي صباح اليوم الثلاثاء وذلك في ساحة الجامعة القاسمية بحضور سعادة الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويرافقها عدد من المسؤولين والضيوف نحن قررنا اليوم نسوي مهيته مهيته الطيبين نسمينا بهالتسمية عشان نجمع بين الماضي والحاضر وطبعا نبرز هويتنا الوطنية الإماراتية بإبراز التراث يعني مثلا بالأشياء اللي استخدمناها وبالديزاين اللي زينا في البوث وحبينا أن نبرز هذا الشي بما أنه في جاليات وايد في جامعتنا يعني كمشروع بسيط كبداية إن شاء الله يعني والله يوفق الجميع ضم المعرض تشكيلة منوعة من إبداعات الطالبات سواء في مجال تصميم وطباعة المطبعات والكتيبات والرسم الكرتوني والطباعة على الأقمشة والمأكلات المختلفة الخاصة بشعوب العالم بالإضافة إلى الحناء والأزياء والأعمال اليدوية حيث شارك في المعرض 35 طالبة من جلسيات وكليات مختلفة عن مشاريع متنوعة بلشنا هذه الفكرة المشروع حضرتنا من قبل قبل ما يطلق الجامعة القاسمية هذه الفكرة ولما أطلقتها استغلنا هذه الفرصة فنحنا كنا بحاجة لدعم واستغلنا هذه الفرصة لنبرز أكتر وإنشاء بالمستقبل هنطور أكتر بديت بمشروعي وسميته خطوط لأنه يعبر عن كتابة الخطوط الديواني والرقعة فبديت مشروعي بعدني في بدايته وهذه أول بداية لي في مشاركة البازار أنا حابة أطور من نفسي وتكون لي شركة أو شيء عبر عن الخط لأن الخط صار شيء مهم وشيء عبر عن الهوية العربية معرض مشروعي يعكس التنوع الحضاري الذي تسخر به الجامعة بما ينمي شخصية الطالبة ويدفعهن للتعلم الذاتي وتطور قدرتهن وتحمل المسؤولية وتنظيم وقتهن حياكم الله أيضا مشاهدين حول معرض مشروعي وأهدافه والمشاركات التي جاءت من خلاله اليوم نستضيف لستاذة وصال صالح منع مسؤول شؤون الطالبة والأنشطة الطلابية بالجامعة القاسمية حياة الله ساذة وصال أهلا وسهلا فيكم أيضا نستضيف الطالبات جواهر عبد الرحمن النابودة وأيضا الطالبة أماني ليبة حياكم الله جميعا يا هلا ويا مرحبا بكم بدويات ساذة وصال خلينا نتعرف على الهدف ربما من تنظيم مثل هذه المعارض في مؤسسة تعليمية كالجامعة القاسمية بداية أنتهز الفرصة لشكر سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة مكرمة الجامعة القاسمية ذلك الصرح العظيم وأشكر سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وعمادتين شؤون الطلبة والطالبات على دعمهم المتواصل في إنجاح مثل هذه الفعاليات بالطبع الجامعة القاسمية كأي مؤسسة تعليمية تعنى بالجانب الأكاديمي للطالب من خلال نخبة من الهيئة الأكاديمية المتميزة وأحدث البرامج التعليمية والمناهج والتقنيات الحديثة ولكنها في نفس الوقت لا تغفل الجانب الشخصي للطالب وعندما أقول الجانب الشخصي أقصد فيه الناحية الاجتماعية الثقافية الفنية الفكرية والبدنية الجسدية طبعا هذا الجانب لا يتحقق إلا من خلال الأنشطة اللاصفية وأعني باللاصفية أي ما يطبق خارج قاعات الدراسة والذي يعني بهذا الجانب في الجامعة القاسمية عمادتين شؤون الطلبة والطالبات من خلال موظفين وكوادر متخصصة في هذا المجال بالطبع الطلبة لهم احتياجات جسدية وإحتياجات اجتماعية ونفسية واحتياجات ترفيهية يمكن بعد السلام أكيد طبعا هو الترفيهية أهم احتياجات للطالب لأن الطالب إذا يعني طول الوقت هو فقط يتلقى المعلومات يشعر بالملل لا بد من شيء يعني يخفف عنه وهذا من خلال الأنشطة طبعا الموظفي العمادة شؤون الطلبة وعمادة شؤون الطالب هم يدرسون احتياجات الطالب يتبنون هذه الأفكار والمقترحات ويحولونها إلى واقع ملموس من خلال أفكار المقصرحات؟ أعتقد من الطلبة والطالبات؟ أكيد من الطلبة والطالبات. ولكن من الذي يتبنىها؟ عمادة شؤون الطلبة وعمادة شؤون الطالبات. ويحولوها طبعا إلى واقع ملموس من خلال المعارض. من خلال ورشات العمل. المخيمات. المؤتمرات. الندوات. كل هذه الأنشطة تصب في مكان واحد ألا وهو الطالب. فعمادة شؤون الطالبات تنظر إلى الطالب على أنه هو أساس العملية التعليمية. فالجانب الشخصي جدا مهم. وهو دور تكميل العملية التعليمية. في بناء شخصية الطالب. سقل مواهبه وقدرته وملكاته. من خلال توفير بيئة جامعية جاذبة ومتميزة. وطبعا الجامعة الحمد لله لا تقصر في توفير كافة السبل والإمكانات. في توفير مثل هذا الدعم لإنجاح مثل هذه الفعالية. نتحدث عن التنوع الثقافي الجميل خصوصا في الجامعة القاسمية. بالتأكيد مع وجود العديد من الجمسيات الموجودة والثقافات المختلفة والحضارات الجميلة جدا الموجودة. يمكن أن نعلي اليوم نموذج أماني. أماني طبعا هي من مملكة تايلند. وهي شيء جميل. أماني كلمين عن مشروعك؟ مشروعي هو لتنزين فواكه والخضروات. هذا يعني ثقافة تايلندية قديمة. هذا في ماضي عمل هذا عمل خاصة لمرأة. خاص بالمرأة هذا العمل. نعم. تزين الفواكه والخضروات. في الزمن الماضي مرأة لا يخرج من بيتهم. تبقى في البيت وتتعلم هذا المشروع. يعني تتعلم ربما مثل هذه الأمور الفنية الجميلة. كالنحة التي نرى ويمكنها إياهنا. يريد أن تأخذونها التي على الطاولة موجودة عن قرب. مخرجتنا رهان التي موجودة على الطاولة عن قرب. هذا كم يستغرق أماني عشان تشتغلين على الدد؟ هذا استغرق. هذا ثلاثة ساعات. ثلاث ساعات؟ ايه. تخيلت أكثر. ثلاث ساعاتين. زين مفواكه يعني يوجد شكله المختلفة. هذا شكل الزحرة اسمه دوك داك دي. هكذا يسمى بالتايلندية. ايه بالتايلندية. ويعني شو بالعربية؟ ماذا يعني؟ الضالية. الزحرة يعني. الزحرة. نوع من نوع الأزهار أو الورود. اسم زهرة أو وردة. ولذلك نشوف ممكن حتى مزيم بالورود. بطيك ووردة يعني. صحيح. وفواكه الأخرى؟ حيوانات. حيوانات مع طفاق. طفاح وهو البومة. ويوجد حيوانات أخرى. سلطعون أو طائر طاووس. هذا شكل البومة الآن. شوفها واضح يمكن. وأيضا فيه الشمام مزيم بطريقة أيضا أخرى على شكل أيضا وردة أو زهرة. 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 هنه وردة. أنواع الزهور المختلفة جميلة جدا فكرة الحقيقة تزيين الفواكه. جواهر أنت بعد أيضا من المشاركات في هذه الفعالية. وعندك مشروع كذلك أيضا. شوف فكرة المشروع جواهر خبريني. بداية أحب أن أشكركم لإضافتكم لنا وعطيتنا من وقتكم. مشروعنا هو عبارة عن مشروبات الموهيتو. لدينا الفراولة والبلوبيري. نحط معها النعناء والليمون والثلج والمشروبات الغازية. قدمتها طبعا يمكن للطالبات. للطالبات زبايني الليونة. كنا نفذج الدامهم. فهذا كان يجذب الشخص أن يشتري من عندنا. جميلة جدا. فكرة جميلة ومحببة. محببة للكل. أعتقد الكل يحب المشروبات التي تكون خفيفة وباردة. ولو نحن شتيجوها. هربس ما عالي. لكل يحبهاي المشروبات. سيدة وصالة جعلة. يمكن أن نتكلم عن هذا التنوع الجميل جدا. في مختلف الحضارات والثقافات التي تشارك. أعطينا كمثال أماني من تايلند. لكن هناك طلاب وطالبات في الجامعة القاسمية من حضارات مختلفة. وهذا أعتقد يعطي تنوع وزخم أيضا للأعمال أو المشاريع الموجودة. خبريني. طبعا اللي حضروا المعرض اليوم. يمكن شاهدوا هذا التنوع الحضاري الذي تزخر فيه الجامعة القاسمية. حيث يتواجد في رحاب الجامعة القاسمية أكثر من سبعين جنسية مختلفة. ماشاء الله. هذا يضرب أروع الأمثلة للتنوع الثقافي والحضاري. يعني العالم عندما تريد أن تدرس الثقافات الأخرى. تتكلف الخسائر المادية والمشقات في السفر إلى الدول الأخرى. لكن نحن هنا في الجامعة القاسمية. الحمد لله العالم بين يدينا. يعني عندنا ماشاء الله كل الجنسيات والحضارات والثقافات المختلفة. فهي مثال على هادوة. وبالتالي انعكس هذا التنوع الحضاري والثقافي في إبداعات الطلبة اليوم. يعني معظم الطالبات المشاركات في المعرض. عكسنا الحضارة أو الثقافة الموجودة في بلادهن. في نفس الوقت نجد في المشروع الواحد أكثر من طالبة مشاركات في نفس المشروع. ولكن من جنسيات مختلفة. نعم. وليس من نفس الجنسية. وهذا جميل. وهذا خير مثال على التسامح والتعايش في الجامعة القاسمية. عندما نقول 70 جنسية في مكان واحد. يعني هذا مثال جميل ورائع على التسامح. وهذا يجعلني يمكننا الطالبات حتى من الجنسيات الأخرى المشاركات في مشروع واحد يتعرفون. ربما على حضارة أخرى. ثقافات أخرى. ثقافة أخرى. ربما يطرح عندهم التساؤلات عن هذه الحضارة والثقافة. وبالتالي يفتح أيضا مجال أو باب البحث عن هذه الحضارة أو عن هذه الثقافة. وشوء لمثل ربما هذا المشروع أو فكرة المشروع. بالضبط. يعني هو بيكون في مجال لتبادل الخبرات والثقافات. يعني أحيانا تجد في الغرفة في السكن ست طالبات. كل واحدة من جنسية مختلفة. فالواحدة يكملها من الخبرات ومن المعلومات التي يتبادلوها عن الحضارات المختلفة. جميل. أماني بالنسبة لك. أكثر المشاريع اللي حبيتيها اللي موجودة ربما في هذا المعرض. وأكثر الحضارات أو الثقافات اللي تعرفت عليها ربما في الجامعة القاسمية أو حتى في هذا المعرض. عرفتها في الجامعة القاسمية. يعرفت أكثر من حضارات. حتى في تايلاند يفضل البلد لكن حضارات مختلفة من الجنوب والبنكة. وأنا جئت هنا ورأيت محارات أكثر من رأيته من قبل. عجيب جداً من أفريكيا وعربيا. ما شاء الله عجيب. يعني ما شاء الله تعرفت على طالبات من كافة قارات وبقاع العالم. هذا الشيء يضيف أعتقد جواهر للطالبة أو للطالب. خبريني أنت شو أكثر المشاريع أو حتى الحضارات أو الثقافات اللي تعرفت عليها. ونفرط نتكلم عن هذا المعرض. نتكلم عن مجال تواجدت في الجامعة القاسمية الحقيقة. الصراحة التنوع هذا جداً جداً جميل. يعني نحن في الكلاس الواحد نكون يمكن ثلاثين طالبة من جنسيات مختلفان. نساعد بعض. نفهم بعض. في بعضهم يعني ما يفهمون اللغة العربية. نساعدهم. نفهمهم. حتى في مشروعنا اللي هو المهيتو. كنا من عدة جنسيات. هذا الشيء جداً جميل. يعني شيء جميل من الجامعة القاسمية. أننا نحن كلنا في مكان واحد متعاونين. نشتغل على شيء واحد. كنا نحن تساعد الثانية. وحتى مثلاً يعني في يوم من نروح الرحلات. روح مثلاً القرية العالمية. كلهم يستمتعون ما شاء الله. لأنك روح تروح دولتها مثلاً هي تروح تايلند. تشوف يعني تحس أن أهلها يعني هناك. في هذا المكان ربما. جميلة جميلة أماني التواجد في مثل هذه الفعاليات في القرية العالمية. أيضاً تعرفت على ثقافات أخرى هناك ربما. نعم عرفت وجدت ثقافة من أقصر ثقافة من تايلان هنا أقصر من بنكا. يعني تأتي من بنكا وفي هناك رأيت من صين ومن صين وكثير بنات من صين يعيشوا في تايلان. وعرفت شوية من حضارتهم. هذه الصينية أيضاً حضارة عريقة جداً وكبيرة وعاسعة جداً. وقديمة جداً. معنا نعتقد أننا دائماً حضارات شرق آسيا تعرف بعضها البعض. لكن هو الحقيقة لتنوعها وكثرتها وعمقها وكبرها. بتأكيد هناك أشياء تخفلين عنها أو ما تعرفت عليها من قبل. ستصل عدد المشاركات نتكلم عنها. عدد الحجور كذلك أيضاً والتفاعل الذي كان في هذا العالم. تقريباً شاركت 35 طالبة بـ 25 مشروع. طبعاً كما ذكرت سابقاً طالبات المشاركات في المشروع الواحد لا يشترط أن يكونوا من نفس الجنسية. بالنسبة للإقبال الحمد لله كان أكثر من رائع. هذا ليس بشهادة الضيوف والزوار والطالبات التي من خارج الجامعة القاسمية. طبعاً يأتي طالبات من جامعة الشارقة. من كلية الأفق. الحمد لله. حتى من بر الضيوف. أقريبات وزميلات الطالبات التي موجودت عندنا. وحضور كان كثيف من الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية من الجامعة كمان. الذي لاحظته في المعرض هنا. كدرة طالبات. فعلاً أنا تفاجأت. ومن هذه المجموعة كانت مجموعة جواهر وعبير. الكدرة والفن في تسويق المنتجات. مثل هذه المهارة أنا أقول لا تكتسب داخل القاعة الدرسية. إذا كان شيء نظري ولم يطبق عملياً على أرض الواقع. ليس هناك منه أي فائدة. ففعلاً هذه المشاريع أو هذه المعارض. تتيح الفرصة لطالباتنا بتطبيق ما تعلمناه نظرياً على أرض الواقع. حتى أكتشفهم في أنفسهم أستاذ وصال. أحسن. هو هذا بالضبط. يعني قبل ما ندخل الإستوري بحكي مع جوهر. بتقولي أنا اكتشفت في نفسي قدرة على مواجهة الجمهور. القدرة على الإقناع. الثقة بالنفس عندي زادت. وفعلاً هذه المهارات لا تكتسب داخل القاعة الدرسية. نحن نتكلم عن مشروع فقط. يعني بيع فواكه أو مهيطة أو غير. هنتكلم عن أبعاد. هي كانت مجرد فكرة. يعني مجرد فكرة. ثم طبقت على أرض الواقع. هلأ البنات صار عندهم طموح إن شاء الله في السنة القادمة. حيطوروا هذا المشروع. صار عندهم خطط مستقبلية. كبيزنس نعم. وفي بينهم الحمد لله. هذا يعتبر مثل قاعدة ربما للمشروع ربما. أو لطلاع المشروع. قاعدة لينطلقوا منها. يعني الطالب في السنة الرابع عندما تتخرج. يكون الشغل تباحها أو البزنس الخاص فيها جاهز. يعني هذا يعتبر إنجاز بحد ذاته. نعم. عموماً يعطيكم ألف عافية. شكراً لكم على وجودكم. ويانا اليوم سدو صال صالح منام. وشرفة شؤون وأنشطة طلابية في الجامعة القاسمية. وأيضاً كل الشكر للطالبات جواهر عبد الرحمن نابودة وأيضاً أماني ليبة. شكراً لكم. يعطيكم ألف عافية. موفقين يا رب. الله عافيك. شكراً لكم أيضاً متابعين على المشاهدة. إلى اللقاء.